إذا كانت هذه الصلاة الفائتة قليلة خاصة إذا كان الإنسان فاتت وهذه الصلاوات نسيانا أو نوما أو مرضا بعض الناس لجهلهم أثناء المرض ما يوصلي يقول ما استطيع توضعك وهذا خطأ لكن المهم لو كانت الإنسان عنده صلاوات فائتة فهل يعيدها؟ نعم يقضيها ويعيدها أما إذا طالت المدة كإنسان مثلا ترك الصلاة سنتين أو ثلاث سنوات مثلا أو ارتد والعياذ بالله أو أن إنسان مثلا خاصة صغار مثلا بلغ ولم يصلي لمدة سنتين حتى بلغ عمره سبع عشر سنة الآن بدأ يصلي هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ في خلاف بين أهل العلم والأظهر والعلم عند الله يتبارك أنه لا يقضي ولكن فاته خير كثير البعض يظنه لما يذهب إلى المسجد الحرام مثلا والصلاة بمئة ألف صلاة أو بالمسجد النبو والصلاة بألف صلاة أنه لما يصلي هناك يصلي الفوائد هناك يصلي واحدة وعنهية لا هذا في الأجر وذلك يقول أهلهم في الجزاء لا في الإجزاء فصحيح له مئة ألف صلاة من حيث الأجر لا من حيث أنه صلى فعلا مئة ألف صلاة وكذلك الأمر بنسبة للمسجد النبوي لكن بالنسبة لمن قصر في موضوع الصلاة فهو تصلوات كثيرة أو قليلة لا شك أنه يحرص على أن يحصل من الحسنات ومن هذه الحسنات الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة الصلاة المسجد النبوي ألف صلاة يكثر من النافلة يكثر من الصدقات يكثر من الذكر يكثر من قراءة القرآن يكثر من الصيام يكثر من الحج يكثر من العمرة حتى يعوض ما فاته من الحسنات ما أجمل تلك الكلمة التي قالها الوليد بن الوليد لأخيه خالد بن الوليد لما دعاه الإسلام قال يا أخي لقد فاتك خير كثير فاتك خير كثير يعني الآن تأخر إسلام كثيرا لأن خالد أسم بعد عشرين سنة من البعثة فيقول له أخوه فاتك خير كثير فعلا فالإنسان إذا فاته الخير يحاول أن يعوض بقدر ما يستطيع صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم ممن يجمع الحسنات بقدر ما يستطيع اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته